وانضم إلينا منا بيروت شارل أبي نادر الخبير العسكري سيد شارل يعني العملية العسكرية للجيش كانت مرهونة برفض خروج المسلحين الآن ماذا بعد خروج المسلحين؟ هل سيدخل الجيش لطمشيط المدينة ومن ثم تسليمها أو تسلمها في عقب خروج المسلحين؟ نعم تحياتي استنادا لبنود الاتفاق ما ظهرت هناك مرحلة ما زالت بحاجة لمتابعة أعتقد هي بتأليف مجلس إداري من أبناء دومة لإدارة دومة قد تكون هذه المرحلة هي التي سوف تؤخر دخول الجيش لأنها سوف تخضع لمفاوضات وهذا المجلس سوف استنادا للاتفاق يحتاج لموافقة الدولة السورية أعتقد أن هذه هي المرحلة من مراحل الاتفاق قد تؤخر الموضوع ولكن يبدو أن نقاط الاتفاق قد سلكت لأننا بدأنا نشاهد الحافلات عمليا تنقل المسلحين وعائلتهم وهي تتحضر للانتقال إلى جارابلوس طيب يعني من المعلوم أن مسلح جيش الإسلام هم من أبناء مدينة دومة وربما كان هذا هو السبب في عدم خروجهم أو رفضهم للخروج علىعتبار أنهم أيضا من المدنيين أو ربما كانوا يحسبون أنفسهم على ذلك هل تم الاتفاق على تشكيلة مجلس إدارة دومة؟ هل يمكن أن يكون جيش الإسلام أحد روافد هذا المجلس؟ من الطبيع أن نستطيع أن نفكر هكذا قد يكون هناك مجموعة من أبناء المدينة بما أن أبناء المدينة ولكن هذا طبعا يخضع لموافقة الدولة السورية السيدانة للاتفاق ولكن أعتقد أنه نظرا لدخول الروس بتفاصيل هذا الاتفاق سوف يتم اختيار مجموعة من هذا المجلس أو من عناصر هذا المجلس من التي كانت تفاوض الروس خلال فترة طويلة والتي أيضا دخلت بمفاوضات معينة أثناء منطقة خفل التصعيد وأثناء أستانة وسوتشي لأننا كنا نشاهد أن منطقة جيش الإسلام وقضتها كان لهم دور في المواضيع التفاوضية مع الدولة السورية بطريقة غير مباشرة عبل الروس لذلك أعتقد أن هذا الموضوع لن يكون صعبا وسوف يكون اتفاق على هؤلاء الأشخاص ما الذي يعني أيضا اتجاه المسلحين إلى جرابلوس جرابلوس خاضعة لسيطرة مسلحين موالينا لأنقرة كيف يتم التوائم ما بين هؤلاء وهؤلاء سيدتي الذي أخر الاتفاق حتى الآن هو اختيار المكان الأنسب لذلك تأخر الاتفاق أكثر من الشروط التي كان يضعها الجيش السوري ولكن بتقديري تركيا قد حصلت على أن يتم هناك نقل لولاء هؤلاء المجموعات وتستطيع التصرف بهم أو رعايتهم لأنها كما يبدو في المنطقة التي انتقلوا إليها أو هم سوف يصبحون فيها هي بحاجة لهم لدعم منطقة فاصلة بين الأكراد وبينها أو منطقة أمنية فاصلة كما حدث في منطقة درع الفرات في منطقة جرابلوس وحتى كما قد يبدو أنه يحضر له في منطقة عفرين هذه المنطقة بدأت تكتمل وتركيا قد تكون وافقت على هذا الموضوع النقطة أو الصغرة السلبية الوحيدة فقط أن هؤلاء المسلحين قد يكون أجبروا على انحراف ولائهم من تحت ولاء المملكة العربية السعودية إلى تركيا ربما هذا الموضوع استراتيجي الذي أخذ بعض التفاوض أو بعض الوقت للتفاوض إذن مننا بيروت شارل أبي نادر الخبير العسكري شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر